اشتركوا في القناة فيينا والقانون الدولي واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين. معتبراً إياها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومؤكداً أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في استنكار هذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران وتحمل سلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها. كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة مرتكبية الأعمال الإرهابية ومثيرية الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.